أهلا بحضراتكم من جديد طيب الفريق النهاردة بالتأكيد بيبدأ الاستعدادات للمرحلة القادمة فريقا خد راحة سلبية عقب العودة من الدوحة بعد لقاء السوبر أمام نهضة بركان وبالتأكيد في حالة من التفاؤل حالة من السعادة الفريق بيستعد للقاء الترجي التونسي غياب فترة طويلة الحمد لله ما فيش مباراة محلية الفترة دي فلأول مرة بيتسو مسماني بيستعد المباراة وعنده راحة سلبية أكتر من إسبوعين لذلك في هذه اللحظات زي ما انتم شايفين على الهوى طبعا تدريب فريق النادي الأهلي وأول تجمع بعد الراحة السلبية أذهب مباشرة إلى زميلي العزيز فاروق صلاح مفد قناة الأهلي من ملعب مختار التتش بيجزير عشان نعرف منه آخر الاستعدادات آخر الترتيبات وفيه كلام كتير ممكن يكون في الاستعدادات بالنسبة للإسبوعين القادمين مساء الخير يا فاروق كل التحية لك زميلي العزيز محمد وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان طبعا محمد زمانت قلت طبعا النادي الأهلي بيعود من جديد للسناف تدريباته هنا على استعداد مختار التتش طبعا بعد رحلة خارجية بدأت من ملاقات فريق ميلودي ساندونز في مباراة الإياب لدور الثمانية لدور أبطال إفريقيا والتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ومن ثم الصعود للدور قبل النهاي وكان الختام بملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة والفوز على فريق نهضة بركان بهدفين مقابل لشيء ويلفوز بكأس السوبر الإفريقية طبعا النادي الأهلي طبعا زمانت قلت محمد كانت راحة للفريق راحة سلبية لمدة يومين النهاردة الفريق بيعود وبيستاني في أولى تدريباته على ملعب مختار التتش طيب عايز أعرف منك بقى المجموعة الموجودة معك في التدريبات مين بيشارك مين واخد أجازة أطول اللعبة الدولية طبعا أكيد سفرت لمنتخبات بلاده عشان الأجندة الدولية هل في تم الاستعانة بلاعب من قطاع الناشئين ولا لأ البرنامج الفترة الجاية فيه مباراة ودية كم مباراة تدريبات الفترة الجاية هل ممكن يكون فيه أجازة تانية ولا خلاص كده الأجازة انتهت ويكون من النهاردة لغاية 19-6 التدريبات يومية يعني خلينا محمد نقسم الكلام لشقين شق نتكلم على الاستعداد للفترة القادمة وأيضا على اللاعبين وشق تاني نتكلم أيضا على الإصابات عندنا إن شاء الله أخبار سر لكل جماهير النادلالي بالنسبة للشق اللي هو الاعداد للفترة القادمة كابتن سعد عبد الحفيز يعني زي ما صرح لنا يعني خلاص بيتم التجهيز لمباراة ودية إن شاء الله هتكون يوم الخميس أو الجمعة القادم يعني لم يحدد الطرف اللي يكون مع فريق النادلالي في هذه المباراة لكن تم الاتفاق إن شاء الله أني هيكون مباراة دية الفريق النادلالي يوم الخميس أو الجمعة القادم بمشيئة طبعا الفريق هيستاني في تدريباته غدا في نفس المعادة طبعا اللاعبة الدولية يا محمد تم التحاقم بيه طبعا للأجندة الدولية كلهم إلى يعني منتخب بلاده طبعا من الأمور المهمة أيضا إن اللاعبة المنتخب الأوليمبي كان الجاز الفني فضل إن هو يديه مراحة النهاردة وينضموا لصفوف المنتخب الأوليمبي بدءا من الغد دي النهاردة بيشارك بس ناصر مار اللي طالب إن هو يكون موجود يشارك وأيضا مصطفى شبير باقي اللاعبين فضل الجاز الفني إن يديهم فترة راحة خاصة يعني قبل الانضمام للمعسكر المنتخب الأوليمبي في الغد بمشيئة الله طبعا مستر بيتسو موسيمانيا محمد اتكلم مع اللاعبين وفي محاضرة فنية يعني كان حديثهم مع اللاعبين شكر اللاعبين جدا على الفترة اللي فاتت وعلى المعارف قال إن كان فيه موجود ضغط وضغط كبير جدا عليكم خلال الفترة القادمة لكن أنا دايما رهاني إن أنا براهن عليكم على أي 11 لعب يمثل النادي الأهلي أنا عنده طموحات كتير جدا مع الفريق النادي الأهلي ومع النادي الأهلي كفريق وكمنظومة أنتوا جزء كبير جدا هتقدروا تساعدوني في تحقيق هذا الطموح والإنجازات وزي موعدنا الجماهير إن إحنا لازم نكون على قدر ثقة الجماهير في الفترة الماضية أيضا خلال الفترة القادمة نكون على قدر ثقة الجماهير عايزين ننسى أن إحنا أبطال إفريقي عايزين نركز في مباراة الترجي طبعا يعني تقدر تقول حالة من الارتياح للعبين والجهاز الفني مع تأجيل مباراة تأمبي وإن الفريق ما عندهش أي مباراة خلال الفترة القادمة هتدي وقت كافي المستر بيتسو موسماني اللي بيفكر زي ما قلت لك محمد طبعا في المباراة الودية الأولى وأكيد هيتخلى لها أيضا يعني عقب المباراة يتم التجهيز أيضا لمباراة وودية ثانية طبعا بالنسبة لمعادة الصفر الخاص بالفريق الصفر لتونسي محمد يعني كان كلامنا مع كاب نسايدة اللي لم يحسم الأمر ولكن يبقى بيوم بين يوم 14 أو يوم 15 من هذا الشهر عايزة أطمنك أيضا محمد على حالة اللعبين المصابين يعني كان لها حديث مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق النادلالي أيضا يعني قبل من الكلمة عن المصابين كريم ندفد النهاردة محمد بيشارك فيه التدريب بصورة الجمعية وبيشارك فيه تدريبات الكرة كريم ندفد جائز بصورة تامة جدا المشاركة فيه الفترة القادمة محمد محمود الأمر خلاص انتهى بالنسبة للتأهيل يعني أسبوع بس علشان صابتوا بفيروس كورونا لكن هيعود بإذن الله ما فوش أي مشكلة نروح بالنقطة الأهم طبعا والحديث الأهم محمد مجد أفشا ومحمدان الاتنين طبعا بيستمروا فيه البرنامج التأهيلي الخاص باللعبين اللي تم وضعه لمحمد مجد أفشا ومحمدان خلينا أقول لك يعني إن شاء الله محمد مجد أفشا بيتم يعني السير فيه برنامج التأهيلي وبنسبة كبيرة جدا إن شاء الله محمد مجد أفشا يكون موجود مع النادي الأهلي إن شاء الله فيه المباراة الأولى لأمام فريق الترجل في ملعب رادس بالمحاولات اللي بتتم بتتم بصورة كبيرة إن شاء الله إن محمد مجد أفشا إن شاء الله يكون موجود عايز أقول لك أيضا إن محمداني كافة المحاولات اللي بتتم والمجود الكبير جدا بيعمله الجهاز الطبي إن شاء الله محمداني هيكون جاهز فيه مباراة العودة لمواجهة الفريق الترجل تونسي فيه مباراة العودة اللي هتكون في القيرة عايز أقول لك أن الدكتور رحمد أبعابل قال لنا أن فيه استجابة كبيرة جدا من اللاعبين وفيه يعني تماثل سريع إن شاء الله لعضلات اللاعبين إن شاء الله الأمور تكون كويسة سواء لمحمد مجدي أفشا أو لمحمد هاني أكيد فاروق صلاح أخر سؤال التدريبات الفترة الجاية هتكون يومية ولا يبقى فيه تدريب فترتين وكمان آخر حاجة هل ممكن يكون فيه راحة تانية الفترة الجاية ولا خلاص تدريبات بشكل يومي لغاية الصفر لتونس لا خلينا أقول لك محمد أن التدريبات تتبقى تدريب واحد فقط غدا إن شاء الله يبقى التدريب في نفس التدريب المعدة تدريب اليوم هيتم طبعا تدعيم الفريق ببعض اللاعبين من قطاع النشئين نظرا لظروف تنضمام اللاعبين للمنتخب الأولمبي وأيضا الدوليين في مجموعة من اللاعبين النشئين هيتم تصعدهم بدءا من مران الغد ومن الممكن عدد كبير جدا منهم يشارك أيضا في المباراة والدية المقرر إقامته يوم الخميس أو يوم الجمعة القادم ما تكلمش كابت النسيد أو المستر بيتسو مسماني في أي جدوة الخاص بالراحة يعني بعد المباراة والدية الفريق إن شاء الله ياخدها يتم تحديد البرنامج لكن أنا عايز أقول لك أن الفريق فترة اللي جاية كلها تدريبات كلها تجهزات يعني إن شاء الله مع عودة اللاعبين للدوليين وأيضا عودة اللاعبين المنتخب الأولمبي إن شاء الله كل اللاعبين يكونوا جاهزين إن شاء الله لمباراة الترجي بإذن الله بإذن الله الزميل العزيز فاروق صلاح بشكرك شكرا جزيلا من ملعب التيتش بي جزيرة أطلعنا على كل التفاصيل المتعلقة بالاستعدادات للمرحلة القادمة